الى ذلك اصدر حزب التجمع الوطني الديمقراطي بيانا تبرأ فيه من تصريحات صديق شهاب وجاء في الوثيقة ان السيد صديق شهاب الناطق الرسمي للحزب شارك في حصة تلفزيونية لقناة خاصة وكان النقاش فيها احيانا باسلوب مستفز ما ادى بزميلنا على حد تعبير البيان الى الانفعال في بعض الاحيان والابتعاد عن المواقف المعروفة للتجمع الوطني الديمقراطي